اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا اعطينا كيفاش تلقيته هذا القرار دي المجلس المنافسة اوكا الاخ موني احنا بنسبة لنا كنا طرف في الشيكاية اللي توضعت يعني في 2016 امام مجلس المنافسة للبت حول شبهة التفاهم والتوافق ما بين بعض الشركات دي المحروقات واللي هاد الميل فهذا كان مير حقيقة ماراتونيا الى حد الماء نعطينا الفكرة اولا ان الشيكاية ام توضعتها السياق اللي جاء واش نعطوه تسلسوا الزمن الشيكاية احنا كمهنيين دي النقل الطرقي وكيعني مستهلكي الاولين في مادة المحروقات في المغرب لاننا انتعار باننا المهنيين هم اللولين في الاستهلاك ديال هاد المادة بحكم اننا اه كنديروا يعني سفريات طويلة وكنستهلكوا يعني اطنان واطنان ديال ديال المحروقات دونك حنا في الفين وخمستاش من بعد الاغلاق ديال سامير كما الكل كيعرفها ومن بعد التحرير في الفين وستاش حنايا في شهر 11 الفين وستاش كان واحد اجتماع ديال المكتب الوطني ديالنا اللي حددنا فيه بعض التلاعبات ديال هاد الشركات ديال رئيس مجلس المنافسة ووضعنا الشيكاية بصيفة رسمية واصبحنا طرف اساسي في هاد الشيكاية تفتح الميل في 2016 الميل في خذ يعني ابعاد كتيرة وكبيرة اللي حدد لنا بعد المرات كنا كنقوله هاد المآله لهاد الشيكاية ممكن معمرنا غدين نتوصله بواحد يعني جواب وقنع للشيكاية ديالنا لأن ما دومنا في دولة الحق القانون ووضعتي شيكاية خس المآله ديالي كونس واسي البيس تحرك البيس تبعا وتحرك دونك الميل في خذاء شوات ماراتونية تفتح فيه تحقيق وتحقيق صارم عرضوا عنا في 2019 تقرير في 2020 تقرير في 2021 كانت إعادة النظار في التقرير تشكلت الجنة الملكية من بعد الجنة الملكية الدر يعني واحد تعديل القانون بعد القانون جاء المرسوم من جاء المرسوم قبل من 2023 نوامبير 2023 استدعينا إحنا كطرف مشتكي باش نشوفوا يعني المؤاخذات ديال تسعود ديال الشركات اللي خرج فيها بيها تصريح ديال رئيس مجلس المنافسة وتوبيت في حقهم أنهم كانوا تفاهمات وتوافقات في عدة أمور من بين ها الشراء يعني في استيراد في التخزين إلى الأسعار أيضا الأسعار أيضا يعني لحد الأقصى ديال هاد الناس في التوافقات كان يجي في الأسعار وتحديدوها للبيع لعموم المواطني دونك إحنا كطار لأنهم نتكلم عن المنفسة مفرد أن يكون فارق الأساس هو أن تكون واحد سنتيمات بين هاد المحطة أو بين هاد محطة أو المحطة أخ مونير إحنا ممكن نقوله يعني هاد لأنه متابعي الواحد مجموعة مهنية هذه المجموعة المهنية ما كانتش يعني ضابط الأمور ديالها من حيث هاد شيء اللي جابي هاد تقرير ديال المجلس المنافس بحيث أن هاد الناس كانوا يعني الأمور اللي دزد وعلى إطري خرج التقرير هاد أمور يعني ضبطت في حقه إحنا بغض النظار على بش حال تغرموا هاد الناس يعني هاد المليار وثمانمية وربعين مليون ديال الدرهم اللي خرج في حقه تسعود ديال الشركات والمجموعة المهنية ديالهم إحنا ما ما غنقول لش كتير ولا قليل ولا إحنا كنقول لفات ديال أنهم يديروا هاد الشيء من 2016 لدابة راح خاطير خاطير جدا هاد الناس آآ فتحوا عليهم واحد الباب الكبير لأن هاد الموضوع ديال المحروقات احنا ما كيهمناش تغريم المادي لهم تغريم المادي رغي يمشي الفائدة خزينا الدولة أيام عقول ولا كي خصنا ندوي على هاد الأمور اللي داروا هاد الناس من 2016 لدابة ش تشنو عش نحنا من 2016 لدابة فعلا احنا المهنيين آآ ما ما غديش نحبسوهنا احنا كان نقابة وطنية الميانين النقل الطرقي ما غديش نحبسوه غير القرار اللي جاء فيه المجلس المنافسة احنا كينا أمور اخرى لان تفتح باب اخر شو ها كين القائمة الدات تفاهمة التوافقات كين الاخلال باب باب قانون المنافسة كين الشروط ديال المنافسة لم تحترم يعني فتحنا لهم هاد الباب منذ التحرير ديال القطاع ومنذ الاغلاق ديال السامير انهم يديروا في المهنين ثم غاربة اللي بغى احنا دابا كين شركات اللي افلست من 2016 لدابا مشات بحالها كين الناس اللي مشوا للحبس على قبل المحروقات لان انت ركت عرف وانت ركت ساير مع المواضع المهنية ديال منقل الطرقي اش كيعيف المهنيين دونك احنا هاد القرار اللي جابين مجلس المنافسة احنا ما نقولوش راضين عليه مئة بمئة احنا راضين ان مجلس المنافسة كانت عنده الشجاعة انه يخرج قرار بهد الحجم هذا لان هاد القرار غدي دينا الحويش خورا اللي ابعد لان جبد شيء اللي ما جبدات ما عمر شي واحد جبد اغلغر من حيث المتابعة الميلف ولكن الاساس هو انه الحكم انت تكلم على الناس انه 18 مليار سنتيم مزيان ما مزيان مزيان الخزين الدولة ولكن تم كمهنيين كمرة هذه السنوات كما قلت شركات تم الإفلس دياله شنه الحجم الدرار الحقيقي لها شركة ديال شركة النقل الطرقي امام هاد تواطو هاد شو بها ديال شركة محروقات شوف انا انا تقريبا هادي واحد ثلث سنين ولا ربع سنين وانا كنقول اغام قنقول هاي مشتري بحدي المهنيين دول مزيعين ومزويدين ديال المحروقات في المرحب حان الوقت انه مرضون ذاك شلي الدو لان احنا اعطيناك واحد السوق لعبتي فيها كما بغيتي سنوات احنا كمهنين مورسة علينا ضغوطات انا لم نرفعوش من الاتمينة ديال السفرية ديالنا حفاظا على القدرة الشرائية المواطنين انا كنت نستري المزوط بوحد ثامان كان في واحد هاميش الربح النهار اللي قلت نستري بثامان الامور اللي غدي ناقشوها في اطار واحد الاجتماع مستعجل اللي غيكون بناء على تقرير ديال سميت وغدي يكون بعض الامور اللي غدي يجيوا يعني في الوقت ديال لها لان لان عنا واحد الاجل ديال شهر تقريبا من اجل طعن في هذا القرار ديال مجلس المنافسة وان امور الاخرى غدي نشوف مع المهنيين لان بالضروري كالرجال وقواعد ديالنا باش نتخذوا قرارات اللي هذي قرارات يعني صارمة وفيها الاخذ والرد وإحنا الحمد لله متشبتين المكتب تنفيذي ديال الكون فدرالية الديمقراطية للشغل اللي هذي الميل فهذا مواكبه يعني يوم بعد يوم ويعني في القريب العاجل لكن رغم هذي المواكبه السيمونير الملاحظ وأنه الناس لا ترى أثارا للنقاب ربما الكون فدرالية محركة شوى لكن باقي النقابات ما كانش أثار رغم أنه هذا كشكل واحد من الحاحل ماشي فقط غير النقاب الطرقي ولكن حتى على جميع مستعملي الطرق من الدراجات إلى السيارات إلى الشحين سيمونير نحن أصحاب شكاية ما يمكن شي واحد ينكر ونحن كان عنا واحد السبق لأن نحن مهنيين نحن كنا عارفين ما غير يوقع كان عنا واحد تنبؤ فهمت إلى هذا السوق المحروق ما غير يوقع فإن نحن في 2016 كان يعني قولنا بحل الحماق كان دوزم بين موزع موزع وشركة مع شركة كان عنا يعني واحد واحد شا نقول كنا عارفين ما غير يوقع من 2016 يعني تلق سوق ما كان بين عدة وزارة معهد جيبان معهد الموزع على أساس المواكبة ديال هذي القيطع ديال المحروق هات من مور التحرير ما كان ما كان يعني يعني تلق السوق تلق إن فور تود حنا أن الناس بدأت تحرق كي نجي معي دير مستهلك اللي صر الحاسب يعني هات شي مش معقول كي يقول لك بأن المبلغ ديال الغرامة يعني كي بقضائي بالنسبة للأرباح اللي ربحوها هات حقيقي وي هات شي تكلم من 2016 الآن واحد سبع سنوات سيمان بمعنى الكلمة وإحنا ده وكن نجي وكن نفرضوا عليهم هات الغرامة هذي يعني بنسبة لهم سرق اللي بغيتي وفي الأخر غتخلص شي حاجة وبنسبة لما خاسر ورغم ذلك ركي المشكلة عند أصحاب نقل طرق هات الشي هات ش هات 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 شوف التغريم احنا ده ماشي تغريم والله العظيم ما هي كي ديال الناس ولكل العقوبة راه هزيلة اي دبا هاد العقوبة ديال مجلس منافسة ولكن كين الأبواب أخرى لابد أن تطرق وش همتي كين أبواب أخرى لابد أن تطرق ولا بد أن تفتح لأن هذا موضوع ماشي موضوع سهل موضوع كبير واللي تبني رحنا تبني على الحق لأن نكون عارفين نحن النهار اللول أن هذا شي كير ما في أشهد شي وضخيم ونحط النهار اللول ولكن كنا متأكدين أن هذو كليزيف يعني التفاهمات والتوافقات ديال هذو الناس كانت بين ولكن حقيقة أن كان الشعب المغربي كله ينور ماشي نقاذ ماشي اي ولكن نقاب رايلي كتأثر احزاب هذه المبلغ الذي تغرموه به وقال في قبة البرلهمان في مجلس المشاكل تذكر هذا الرقم بدأت بينه وبين هذا الرقم غير كلك ميليا دو ديغام قالتنا في الجناز تطلع وقال 17 مليار 17 مليار 18 مليار رواله ولكن هذو نسي داعوا في ذاك الوقت الذي و لماذا دعوا ذاك الشي من يجيب المحاكل في نظر هذو التغريم ممكن او لها القرار ممكن انه يردع هذو الشركات مستقبلا لا هو شوف القانون دا بدي مجلس المنافسة نقول جاء أمون صيفا لماذا لان في بعض البنود وبعض تقول بان ضروري من المواكبة بحل دبا هذو القرار اللي تخرج به تخرج على اساس ان كل ثلسنين رات هذو سكتور فينطلعو فيننزلو الشراوش جابوش دخلوش لشمتي ما غالدوش على مستقبال ما احنا كندوو على من 2016 لذا بق لان من 2016 لذا الوضع اصبح كاريتين في المغرية راد الاحتقال الجماعي اللي كتشوف دي البعض قطاعات الاخرى لسبابه هو لان المزوت راو كل شي المزوت راو الفلاح المزوت راو الاقتصال المزوت بعض القطاعات والله العادي من اللي كانت تعجبو بحالنا باركو دي الحوت يخرج يجيب شوية دي السرديل للناس الدراوش را كيخرج بتلازة الملايين وتخل بتلازة الملايين تجبت حقا دي باسرديل ومقص على ذلك الخضروات والفواكه تطا دير عشر دراوش هنا هنا ويجيب معنما حيث ذلك البروتوكول اللي كانت تسناه دي الوزراء السابقين في يجيبون محاسبة هم واحد بواحد لانما يمكنش أننا نحرق يطعن ويقول ليلله ديروا ما بغيتوا في البلاد سيبا لوجيكي سيبا نورمال منسبب لكم كنتم حركتوا الشيكاية السيمونير الآن وش كينشي أجل دي الطعن في الشيكاية ولا رفضكم وإحنا شوف يعني شي مثل قانوني أيضا إحنا طعن قرار دي الطعن واجد الأجل دياله نحترموه باش نحطر المجلس المنافسة لأن قرار دي الطعن ماشي طعن في ما جاء به من ماديات لفائدة الخزينة العامة ولكن طعن في بعض الأمور داخله في صياق ديال اللي كشبه ديال التفاهم والتوافق ديال هاد الموزيع نعم كسؤال آخر سيمونير انتم تكلمتوا على أشكال وعندكم اجتماعات شنوه التصور ديالكم المستقبلين لمعالج ديال الملفل وشوف حنا العلاقة ديال اللي خص المستهلك المغرير اللي يعني العامة من نستفهم هو أن العلاقة اللي كطرفة المهنيين ديال النقل الطروقي مع هاد الموزيعين ديال المحروقات راه هي علاقة تجارية را كان بقى أنا كرب شاحين ولا رب مقاولة نقلية مستهلك ديال هادك الموزيع را أنا بيني وبينه علاقة تجارية شنط الانسان يفهمها ما يقولش كلا را هادك عمول الكاميو هادك را موستاصيون ولا هادك موستاصيون ماريت إلا أنا و هادك الناس عنا علاقة يعني تجارية مهنية كين مشكل خصو يتحل من الجذر هاد المشكل ديال مجلس مونا فسا معهم ما يباقي المشكل لهم مع المهنيين لأنه من 2016 لذا كين بعض الأمور اللي كانت فيها تجاوزات خصو الناس يبركوا معنا باش لقوا حل هالتجاوزات أديت لي في 2016 ورد لي في 2014 نرى شريكك بخيزك شريكك لأنه مستهديك ديال مادة المحروقات اللي كيف كيف كما قلت لك العدد أطنان لون كنرى مقالش بيني وبينك علاقة عادية إلا أنا بيني وبينك علاقة تجارية مهنية كانوا تجاوزات من 2016 إلى 2023 حال الآن أننا رايحوا مع بعض ياتنا ونشوفوا المشكل لأن هذا مشكل ما كيبقاش غير مادة كيبقى مادة ومعني طابعتها ما شمد لشنا هو الضرر اللي لحقتي بي انت قلت بي أن وراك شركات أفليست بي يسير والله العظيم إلا في الاجتماع للأخر المكتب الوطني الجميع يطالبوا بحق جميع يعني ما كيش واحد تقول لي مجلس منافذة يقول لا لحنا شوف 18 مليار ليس هل الخزينة العامة حصلوا وخصوا ما يخلصوا ومشي غايخلصوا غير را فلوس حيث نتي لغة الدينية دب إحنا لسكتور اللي سينيستري عند في اقتصاد قطع نقل الطرق على السينيست وصير نورمال وشانك تكن سريب مازوت بسبعة دراما وثمانية دراما نقول لي سريب 16 بخمس 16 ما مر البعض يبقى عندي ما بقى عندك يعني ما مزيش في الاسمين ما كي منعينك والعجيب والغريب هو أن مؤخرا سيد وزير النقل غير خرج واحد تصريح اللي خاطر مؤخرا الأسبوع الفيت قال كسيري زيد وتزاد المزوط زيد على عامة الناس مطرح متوح وما تقول تشكو عنه لو من يقول وزير يقول بحل هذه الكلام ماذا طيب سيموني بن عزوز أنت الكاتب الوطني للنقل الطرقي ضمن كم في 30 مقدار الشغل كنت معنا في الحلقة هذه من برنامج ضيف وقضية نقش في مجلس منافس طبعا نقش محروقات ولكن مجلس منافس صار في عدد القطاعات التأمين العقار هذا كل المدرم المواطن مشاهدي الكرام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء